السلام عليكم ومرحبا بكم في حصة جديدة من حصص الرياديات إذا كنتم جددا في القناة أدعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم دائما جديدنا ودائما مع السنة الثانية باكالوريا شعبات العلوم الريادية والتجريبية درس النهايات والاتصال ومع التمرين الثاني تهيئا لهذا الدرس وارتأيت أن أدرج هذه النهايات نظرا لأهميتها الكبيرة في الدرس الأول والدرس الثاني حيث أن دراسة اتصال ذلة في نقطة أو اشتقاقها في نقطة معينة يتطلب من حساب نهاية وهذه النهاية أعلن أن نتمكن من مهارات حسابها وكما قلنا في التمرين السابقة وفي النصائح السابقة أنه توجد طرق وتقنيات ومهارات لإزالة هذه الأشكال الغير المحددة ونبدأ على بركة الله مع النهاية الأولى X يؤل إلى 4 ناقص يعني نهاية على اليسار 4 X'2-16x-4 مربع عامل على X زائد 2 والنهاية الثانية X يؤل إلى 0 جذر X زائد 1 ناقص جذر مربع X مربع زائد X زائد 1 على X النهاية الثالثة X يؤل إلى ناقص لنهاية 3X زائد جذر مربع 9X مربع زائد X ناقص 1 والنهاية الأخيرة x أول إلى 1 x 3 ناقص 3x زائد 2 على 2x مربع ناقص x ناقص 1 طيب إذن نبدأ على بركة الله مع النهاية الأولى إذن النهاية الأولى تقول limit x يؤول إلى 4 ناقص كسر لدينا في البسط x مربع ناقص 16 وفي المقام x ناقص 4 الكل مربع عامل على x زائد 2 كما قلت لكم أو كما نعلم أنه إذا كان لدينا x يؤول إلى a حيث a عدد سواء a على اليمين أو a على اليسار أو x يؤول إلى a لfx الذي نقوم به ونعوض x بa إذن أول شيء نقوم به هو تعوض x بa إذن عندما أعوض x بa يعني أعوض x ب4 أجد 16 ناقص 16 النتيجة 0 وفي المقام 4 ناقص 4 0 مربع هي 0 0 في 8 هي 0 إذن 0 على 0 ويعتبر هذا شكل غير محدد شكل غير محدد إذن ما العمل في هذه الحالة؟ قلنا أننا سوف نعمل ونختزل بx ناقص a إذن حسب نعمل إذن الحل هو نعمل إذن إذا وجدنا شكل غير محدد نعمل ونختزل بx ناقص a إذن نعمل ونختزل بx ناقص a لاحظوا جيدا على أن هنا البسط عبارة عن متطابقة هامة وبالتالي يسهل علينا تعميل البسط لتكون x مربع ناقص 16 هي 4 أس 2 يعني x ناقص 4 عامل على x زائد 4 الكل على x ناقص 4 مربع عامل على x زائد 2 لاحظوا أنه الآن أصبح ممكن الإختزال بx ناقص 4 ولكن هنا لدينا أس 2 يعني يمكن أن أفكك هذا التعبير حتى يصبح على شكل x ناقص 4 في x ناقص 4 هنا في البسط أكتب x ناقص 4 عامل على x زائد 4 على x ناقص 4 عامل على x ناقص 4 مرتين ثم x زائد 2 أستعمل لونا مغيرا أختزل بx ناقص 4 إذن هنا جاءت مرحلة الاختزال للتخلص من الشكل الغير المحدد ثم أكتب ما تبقى من التعابير سواء المتواجدة في البسط x زائد 4 جميعها وفي المقام x ناقص 4 عامل على x زائد 2 لاحظوا أنه بعد الآن بعد الاختزال بx ناقص 4 يجب عليها الآن أن أعوض بx ب4 إذن عندما أعوض x ب4 ماذا نجد؟ نجد في البسط 4 زائد 4 هي 8 وهو عدد كما قلنا موجب وفي المقام نجد سفر إنما لاحظوا سفر هل هو سفر زائد أم سفر ناقص؟ هنا يطرح السؤال لكي تتعرف هل سفر زائد أو سفر ناقص؟ عليك أن تستعين بجدول بسيط هنا جانبا استعين بهذا الجدول كيف نحصل على أي تعبير يعطينا سفر؟ التعبير الذي يعطينا سفر هو x ناقص 4 إذن هنا x ناقص 4 إذن هذا التعبير هو الذي يعطينا سفر إذن ينعدم في 4 على اليمين لدينا إشارة a العدد a هو العدد المضروب في x إذن هنا يكون لدينا العدد a وهو العدد 1 لأن هذا التعبير هو 1x ناقص 4 إذن هنا إشارة a وهنا عكس إشارة a إذن إذا كنا على اليسار إذن هذا هو يسار يسار أربعة إذن نجد النتيجة أو نجد الإشارة ناقص إذن النتيجة هنا سفر ناقص إذن هنا أكتب سفر ناقص إذن بما أن النتيجة هي سفر ناقص إذن فإن هذه المعلومة تعطينا تمني على سفر ناقص هي ناقص لا نهاية إذن بالتالي نكون قد حسبنا هذه النهاية الأولى نمر الآن إلى النهاية الثانية ماذا تقول هذه النهاية النهاية هي كالتالي عندما يقول x إلى سفر جذر x زائد واحد ناقص جذر x مربع زائد x زائد واحد الكل على x إذن كما قلنا في السابق أو حسب السؤال السابق نعوذ أولا x بسفر لنجد واحد هنا سفر زائد واحدية واحد ناقص وهنا واحد يعني سفر على سفر وهذا شكل غير محدد إذن لا دعني كتابة هذه المعلومة فقط قمنا بذلك ذهنيا إذن لنذهبوا مباشرة إلى تقنيات إزالة الشكل الغير المحدد لاحظوا الملاحظة التي يمكن أن نلاحظها هنا وأن لدينا رمز الجذر المربع رمز الجذر المربع كيف يتم التخلص منه لا يمكن التعميل هنا لا يمكن التعميل لأنها ليست بحدودية من الدرجة الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو كيفما كانت فإنه إذا كانت هناك حدودية في البسط فيمكن تعميلها إذا كان سفر جذرا لها ويمكن التعميل بx إذا هنا لا يمكن إذا بالتالي علينا الضرب في المرافق دائما إذا وجدتم جذرين أو جذرا واحدا في أحد الحدين عليكم الضرب في المرافق ما هو مرافق هذا البسط؟ المرافق هو نفس التعبير يعني نفس الحد الأول ونفس الحد الثاني مع تغيير الإشارة يعني إذا كان تعبير عبارة عن فرق فإننا نضرب في المجموع وإذا كان مجموعا فإننا نضرب في الفرق سأشرح إذن مثلا أكتب التعبير كما هو جذرا x زائد واحد ناقص جذرا x مربع زائد x زائد واحد هذا التعبير عبارة عن فرق إذن سنضرب في المجموع ما هو المجموع؟ يعني سنكتب نفس التعبير يعني نفس الحد الأول وعوض ناقص أكتب يعني أغيرها على شكل زائد ثم أكتب الحد الثاني كما هو دون تغيير ثم أقسم الكل على x وأضرب كذلك المقام في نفس التعبير الذي ضربت فيه البسط اللي هو x زائد واحد زائد جذر x مربع زائد x زائد واحد إذن بعد ذلك أقوم بنشر هذا التعبير أقوم بنشر التعبير لماذا؟ لكي أتخلص من رمز الجذر المربع هي متطابقة هامة هي جذر x زائد واحد مربع ناقص جذر x مربع زائد x زائد واحد مربع أزيل الجذر مربع مع الـ 2 ليبقى x مربع زائد x زائد واحد وانتبهوا عليكم وضعوا الأقواص ثم أكتبوا المقام كما هو لا يمكن لكم أو أفضل أو ينبغي عليكم أن لا تنشروا هذا التعبير لا تنشروا لماذا؟ لأننا كما قلنا في السابق الهدف هو الاختزال بx إذا قمتم بنشر x سيصعب عليكم الاختزال به بعد ذلك إذن سوف نزيل الأقواص في التعبير الأول لتكون x زائد واحد ناقص أكتبوا مقابل الحدود التي بداخل الأقواص مقابل x مربع وناقص x مقابل x ناقص x مقابل زائد واحد ناقص واحد بمنتهى البساطة وهذه قدرات ومهارات تعلمتمها في السلق الإعداد إذن ثم هنا أترك المقام كما هو زائد جذر x مربع زائد x زائد واحد بعد ذلك أختزل بالتعابير المتقابلة x ناقص x واحد ناقص واحد إذن ليبقى لي في البسط التعبير التالي لميت أكتب دائما لميت لم أعوذ بعد x بسفر أكتب هنا ناقص x مربع هي ناقص x في x فكتها لماذا لكي أستطيع الاختزال بx x زائد واحد زائد جذر x مربع زائد x زائد واحد ثم أتابع لأجد هنا بعد الاختزال لاحظوا سوف أختزل بx سوف أختزل بx هنا هكذا لتصبح النتيجة لميت x يأول إلى سفر ناقص x في البسط على وفي المقام جذر x زائد واحد زائد جذر x مربع زائد x زائد واحد هنا تأتي مرحلة التعويض إذن أعوذ x بسفر لأجد سفر على إثنان وهي سفر وبالتالي هذه هي النتيجة النهائية الآن نمر إلى النهاية الموالية وهي النهاية رقم 3 إذن النهاية رقم 3 تقول لميت x يأول إلى ناقص لا نهاية 3x زائد جذر 9x مربع زائد x ناقص واحد بداية أحسب نهاية هذا التعبير ونهاية هذا التعبير لاحظوا إذن بأن هذا التعبير يأول إلى ناقص لا نهاية 3 في ناقص لا نهاية ناقص لا نهاية وهذا التعبير يأول إلى زائد لا نهاية وهنا لاحظوا شكل غير محدد ناقص لا نهاية زائد لا نهاية يعني ناقص لا نهاية زائد لا نهاية وهذا شكل غير محدد إذن بالتالي وجب علينا تطبيق ما تعلمناه سابقا وهو أن نعمل ونختزل بx يمكن التعميل بx يكفي ويمكن أن لا يكفي لنمر إلى الإختزاء إذن أول فكرة وهو التعميل بx إذن أريد أن أعمل بx إذن أكتب limit x يقول إلى ناقص لنهاية 3x زائد هنا للتعميل بx من داخل الجذر علينا أن أعمل بx مربع أولا إذن لأن لدينا جذر مربع أعمل بx مربع تصبح 9 زائد 1 على x ناقص 1 على x مربع أقوم بتفكيك هذا الجذر باستعد مال خاصيات الجذور المربعة تصبح جذر x مربع في جذر 9 زائد 1 على x ناقص 1 على x مربع إذن هنا أفصل في الحساب فقط ليتضح الأمر للجميع المتتبعين إن شاء الله إذن هنا 3x هنا عند إزالة الجذر مع الأس فعلينا أن ننتبه أنه تصبح قيمة مطلقة لx قيمة مطلقة لx ثم نتابع جذر 9 زائد 1 على x ناقص 1 على x مربع ثم أتابع لأجد limit x أنا لم أعمل بعد بx لاحظوا أنا فقط حاولت إخراج x من الجذر المربع هنا القيمة المطلقة لx x يقول إلى ناقص لنهاية إذن في هذه الحالة x عدد سالب بما أنه يقول إلى ناقص لنهاية يعني يقترب إلى ناقص لنهاية فهو عدد سالب وبالتالي قيمة المطلقة لعدد سالب هي مقابله إذن يناقص x ثم أكتب 9 زائد 1 على x ناقص 1 على x مربع ثم بعد ذلك تأتي مرحلة التعميل لأرى كيف ستصبح النتيجة إذن عندما أعمل بx هكذا أعمل بx أجد هنا 3 ناقص جذر 9 زائد 1 على x ناقص 1 على x مربع الآن تأتي مرحلة التعويد إذن بعد حساب هذه النهاية أجد أن هنا النتيجة تأول إلى السفر وهنا تأول النتيجة إلى السفر لأن 1 على مال نهاية 1 على مال نهاية سفر سواء كانت ناقص أوزائل وهنا 3 ناقص جذر 9 يعني 3 ناقص 3 يعني النتيجة سفر إذن هذا التعبير كله داخل الأقواس يأول إلى السفر وهذا التعبير الذي خارج الأقواس يأول إلى ناقص لنهاية لاحظوا ناقص لنهاية في سفر فهو شكل غير محدد وبالتالي لم تنفع مرحلة التعميل فقط بx إذن علينا أن نفكر في طريقة أخرى إذن أين هو المشكل؟ المشكل هنا داخل الأقواس إذن علينا هنا أن نضرب في المرافق أن نضرب في المرافق إذن أضرب في المرافق لتصبح النتيجة كالتالي إذن ما هو مرافق 3 ناقص جذر مربع x زائد 1 على x ناقص 1 على x مربع إذن تصبح نتيجة x يأول إلى ناقص لنهاية x عامل على 3 أضرب 3 ناقص جذر في 3 زائد جذر يعني 3 مربع تصبح 3 إذن أفصل لا دعي إذن أفصل في المراحل ما دمنا نحن في البداية إذن نكتب 9 زائد 1 على x ناقص 1 على x مربع هذه الكتابة التي كنا نتوفر عليها ونضرب المقام في مرافق هذا التعبير إذن المقام في مرافق أصلا هو واحد يعني نضرب في المرافق وهو 3 زائد جذر 9 زائد 1 على x ناقص 1 على x مربع وهنا نفس التعبير أضربه في البسط 3 زائد جذر 9 ناقص زائد 1 على x ناقص 1 على x مربع إذن أطبق النشر أنشر هذا التعبيرين هذا التعبير مع هذا التعبير إذن تصبح limit x يأول إلى ناقص لنهاية أترك x في مكانها إذن بعد أن أنشر هذا التعبير أحصل على 9 من 3 مربع 9 ناقص ثم هذا التعبير يرفع أسئتنا لتبقى 9 ناقص زائد 1 على x ناقص 1 على x مربع الكل على 3 زائد جذر 9 زائد 1 على x ناقص 1 على x مربع لتصبح نهاية x يأول إلى ناقص لنهاية لاحظوا جيداً هنا عندما أزيل أقواس تبقى x عامل على هنا أنشر أجد 9 ناقص 9 9 ناقص 9 ناقص 1 على x ناقص ناقص تصبح زائد 1 على x مربع الكل على 3 زائد جذر 9 زائد 1 على x مربع ناقص 1 عفواً زائد 1 على x ثم ناقص 1 على x مربع فقط انتبه وركزه سوف أختزل هنا 9 مع 9 إذن هنا عددان متقابلاً ثم أقوم بنشر x هنا سوف أنشر x أنشر x لماذا؟ لأنه عندما أعود بناقص لنهاية أجد سفر سفر في ناقص لنهاية وهي نتيجة غير محددة إذن من التالي أنشر x يجد ناقص x على x هي ناقص 1 إذن أكتب مباشرة ناقص 1 ثم هنا زائد 1 على x الكل على 3 زائد جذر 9 زائد 1 على x ناقص 1 على x مربع هنا النتيجة أصبحت واضحة جداً هذا التعبير يؤول إلى سفر هذا التعبير أيضاً يؤول إلى سفر وهذا التعبير يؤول إلى سفر لاحظوا ما الذي يبقى لنا؟ يبقى لنا ناقص 1 على 3 زائد جذر 9 إذن هي ناقص 1 على 6 وبالتالي نكون قد أجبنا على هذا السؤال نمر الآن إلى النهاية الأخيرة والتي تقول النهاية الرابعة limit x يؤول إلى 1 في البسط لدينا x3 ناقص 3x زائد 2 على 2x مربع ناقص x ناقص 1 ملاحظة هامة جداً انتبهوا إليها من فضلكم إذا وجدتم حدودية في البسط وحدودية في المقام فأول شيء هو أن تقوموا بحساب مجموع معاملات الحدود لاحظوا مثلاً إذا كانت لدينا حدودية مثلاً على شكل A0 في X مثلاً أن يكون عدداً معيناً مثلاً مثلاً مثال هو هذا السؤال واحد هذا المعامل الحد الأول من الرتبة 3 زائد ناقص 3 هذا معامل الحد من الرتبة الأولى ناقص 1 ناقص 3 ثم زائد 2 النتيجة تساوي 0 في المقام هنا 2 زائد ناقص 1 هذا معامل الحد الثاني ثم زائد ناقص 1 النتيجة أيضاً 0 إذا نستنتج بأن هذا التعبير البسط والمقام يعني يقبلاني القسمة على X ناقص 1 وبالتالي ننجز القسمة الأقليدية أو نقول بأن 1 جذر لهاتين الحدوديتين إذا ننجز القسمة الأقليدية بشكل التالي X3 ناقص 3 X زائد 2 أقسم على X ناقص 1 لأجد X3 قسم X هي X مربع ثم أنشر X2 في X هي X3 وأكتب المقابل ناقص X3 X2 في ناقص X هي ناقص X2 وأكتب زائد X2 يعني أسطر خط وأجمع أجد هنا 0 وهنا الحدين غير متشابهان إذن أترك X مربع ناقص 3 X ثم قلت أعيد القسمة من جديد لأجد X مربع قسم X هي زائد X ثم أنشر X في X X مربع أكتب المقابل ناقص X مربع X في ناقص 1 هي ناقص X وأكتب المقابل زائد X أشد سطرا ثم أجمع لأجد ناقص 2X أنزل زائد 2 ثم أعيد القسمة من جديد ناقص 2X قسم X هي ناقص 2 ناقص 2 ضرب X هي ناقص 2X وأكتب زائد 2X ناقص 2 في ناقص 1 هي 2 وأكتب المقابل ناقص 2 وأشد سطرا وأجمع ليجي نتيجة سفر وبالتالي فإن X3 اكتب هكذا X3 ناقص 3X زائد 2 يكتب على شكل جداء التالي الجداء التالي وX ناقص 1 عامل على X2 زائد X ناقص 2 ندب الآن إلى البسط أو المقام عفوا المقام وهو 2X مربع ناقص X ناقص 1 إذن كيف يمكن التعميل بX ناقص 1 الأمر بسيط جدا كما قلنا وهذه تقنية خاصة بالحذوديات من الدرجة التانية إذن أسأل سؤالين في ماذا أضرب X لكي أحصل على 2X مربع إذن في ماذا أضرب؟ أضرب في 2X إذن أكتب هنا 2X ثم أسأل سؤال ثاني في ماذا أضرب ناقص 1 للحصول على ناقص 1 إذن في 1 إذن زائد 1 وبالتالي النهاية تصبح على الشكل التالي إذن نهاية X يول إلى 1 X3 ناقص 3X زائد 2 على X2X مربع زائد ناقص X ناقص 1 تصبح نهاية X يول إلى 1 في البسط أكتب التعبير الذي وجدته وهو X ناقص 1 عامل على X مربع زائد X ناقص 2 وفي المقام X ناقص 1 عامل على 2X زائد 1 أقوم بالاختزال الآن بX ناقص 1 كما رأيتم فالهدف دائما هو التعمل والاختزال بX ناقص A إذن ثم بعد ذلك نترك الحدود الأخرى أو معاملات الأخرى والتي هي X مربع زائد X ناقص 2 على 2X زائد 1 بعد التعبير المباشر أجد هنا 1 زائد 1 2 إذن 2 ناقص 2 النتيجة 0 على 3 هي 0 إذن هذه هي النتيجة النهائية ترجمة نانسي قنقر